لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد آلة حرب تمشي في شوارع كييف تأكل ما تأكل بنيرانها كل شيء رغم أن الحرب تقول كلمتها الأخيرة في عيون اللاجئين لكن تصاعدت المواجهة بين أمريكا وروسيا بعيدا عن ساحة النار قريبا من غرف القرار فالأيام الماضية لم تهدأ فيها المؤتمرات الصحفية التي أعلن من خلالها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن العقوبات القاسية على موسكو الروس لم يصمتوا فنفطهم وغازهم بات اليوم كضربة صاروخية على الطراز الروسي موجهة نحو البيت الأبيض لكن بسلاح الروبل الروسي الذي يرد به بوتين على العقوبات ليعلن قراره بأن يكون بيع الغاز والنفط بالعملة الروسية إذن بات المسرح العالمي مشتعلا بقرارات الحرب الاقتصادية التي يتوقع مراقبون أن تفجع العالم بمجاعة أخطر من تلك التي حدثت في عام 2008